موسيقى أنا وسهلا معاكم هناك فكرة مواهب إخبارية لا لا أخباري أقول أصعد الله صباحكم بالنشر الفنية الصباحية شافنا يا عمي شافنا بنحضر حالنا بدنا نستلم من الهواء فأصعد الله صباحكم عم حاول أبو مجد طبعا الله يخلي لك مجد هات نحكي شوية عن العيلة عندك مجد الله يخلي لك يا مجد وسائر ولواء وسائر ولواء لواء اللي تلفن لك تلفون لواء صغير نحكي لنا شوية عن عائلتك هات نسمع عن الشباب قمي عمارهم خمسة واربعة وثلاثة الله يخلي لك ياهم لا أنه أجواء حيوية يعني في البيت مدام خمسة واربعة وثلاثة مقدومين الله يخلي لك ياهم شو قد لك صعبين بشكونوا ثلاثة عوشبعة في منهم موهبة فنية بمشهر البيت كنا نتلاقي البيت مثلا بغير محل بتحسن أنه يطير اذا كان بيون ورش هو صغير وكبير طب حكي لي في منهم مثلا أنت بتلاحظ عنده ميول فنية في بوادر لموهبة موسيقية معينة لكني شخصيتهم يعني ثلاثة ما شو الله عليهم ما بعفش بدي لك أنه أكيد فرحتي فيهم قدديني كلها يعني هني حياة بالنسبة لإلي هني استمرارية بالنسبة لإلي المجهود بيحب المجهود كتير طالع بيحب الفن بيغني بس بروع كليه بسكول هو بياخد بسكول بياخده هو بيغني أنه أنا يعني بس أحكي باللي بابا كلهم بقولولي أنه أنا صوتي أحلى من صوتك وأحلم منك كمان كمان فعند تساءل زيدي أنا بقول لي أنا صوتي أحلى من صوتك بابا وكن عم بغناني صوتي أحلى من صوتك بقول له أكيد بابا وعندي الصغير لواء ألا قدديني أشاك ثلاثة بيحبوا الفن مجهود سائر و لواء السائر سوائي هيكي جدي جدي أكتر من الاتنين يعني كيف بمعنى مش بمعنى جدي أنه بيحب الميوزيك كتير الموسيقى أو بيحبها هيك بس ما بيجرب يغني يعني ما بيجرب يغني بس لواء و لواء الصغير ومجرد يعني أكيد يعني مانته سائر حاط عينه على إدارة الأعمال إدارة الأعمال بالضبط ممكن يعني إذا طلع أتنين أخويته ممكن يعني بس أنه بصدقيني هني حياة يعني هني حياة بحب إنه كل واحد منهم عنده شخصية بحبهم بس يتخانقوا مع بعض بس يبلشوا فيه خويت يعني بحبوا الـ www هول اللي لعبهم الـ www اه 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 كل واحد بسمي حاله الشي وبينزلوا فيه خويت أنا عاستي كيف فأنا بمبسط فيه هون بمبسط فيه يعني بس شوفهم عم بيغنوا أو هكي بقول إنه مرة سألوني السؤال إنه إذا ابنك إذا طلع حدا من أولادك بيحب يغني ممكن تخليه ولا إنه بنظر بولاك إنه أنت تحربت على زلزلي حاربوك أو مثلا كذا فنيا أو إنه بطريق الفن صعب بقولوا لا بالعكس ماتي شيء بتتمنيه لنفسك ما بلاك تتمنيه لغيرك أنا بالعكس بتمنى إنه يكون عندي معاحد من بلادي إنه يكون عنده هيد الموهبة ويطلع يقدر يعمل يكون أحلى مبين إن شاء الله إن شاء الله الله يخلي لك ياهم يا رب يعني الواحد زي ما بيقولوا يعني بيحب يشوف أولاده إذا مش زيه أحسن وأحسن وأحسن وإحنا فيما نقوله لكل اللي عم بتابعونا بإنه إحنا كنا عادين مع أستاذ علاء ورنن له لواء تليفون فحسينا قدي يعني كاركتر تانية شخصية تانية صار هو كمان زكي إنه كمان هو طفل عم بيحكي مع طفل فأ الله يخلي لك ياهم إن شاء الله يكونوا اليوم عم بتابعونا من صبح عليهم وعلى كل أهالي لبنان طبعا تستميج إذا بدي يعني ما مش إذا بتقل دمي عليك بس حبك أعرف معلومة عن الآلبوم سكوب لحلوية دنيا يعني مثلا تقولي فيه أغنية باللهجة الفلانية تسمعني مقطع اللي بدك يا بلت ولا بصدع هسمعك دغري أنا بالذات مع رؤية ما بقدر ما بقدر أقاول يا سلام الله شكرا سمعين شاي حسس فيك ولو ما حكيت عيونك عم تحكيني حاسس فيك ولما أبكيت حالي نسيتين أنا بدي ياك ما تخافي يا كل الحناء اسمك بس اللي عشفافي وغيرك مش عشاء يا عمري وسني بحبك قد الدني كله وقد نور عيني وبحبك بدي تضلي حدي وإيديك بإيدي تعي حياتي أغلي فيه الله بتلبق للعرص هاي بتلبق للأعراس هايد هلا مش حاب خل عليكم بعد في أغني تاني حسمعكم نية من السيدة جديد بستيلي العراقي هالمرة آه مرح تغني عراقي هالمرة شو رأيك ببعض الفنانين اللي يمكن قدوا اللون العراقي انا ما عنه الفناني قددي انا ديت كتير ألوين غنيت الخليجي المصري المغرب التونسي يعني المغرب العربي ككل الجزائري اكيد يعني الراي نجحت بكل ألوين فحابب اني انا كمان حتى باللون العراقي اثبت انه قادر على زلزلة يغني اللون العراقي بشكل حلو ان شاء الله يا رب على موضوع الراي الجزائري انت ذكرت قبل شوي شاب خالد شاب خالد هو فنان عالمي طبعا ومنحترم طبعا التراث اللي بغنيه والاضافات اللي اضافها جديدة في عالم الموسيقى ونقل بالاخير يعني المحصلة ونقل هوية لكل بلاد العالم وانت ذكرت انه في كل بلاد العالم والشباب بيتناولوا اغاني ولكن تعتقد انه مثلا كان كشخص مثل الشاب خالد مثلا قربه من اوروبا الجغرافي اقامته ايضا بفرنسا كمان سهل من مسيرته الفنية اكيد اكيد يعني انه تعرف انت في يعني مبعث الشعب الجزائري اول شي شعب حيوي وموسيقى الراي هي موسيقى عالمية والشعب الجزائري باوروبا يعني بفرنسا في كتير يعني في كتير جالية جزائرية فالريد يعني دجا متل اولا بدا من اولا بقول فرنساة يعني دجا حيكون في اغنية ناجحة انه زغنى الرايحة ينجح لانه في جالية كتير كبيرة وينشغل عليها اكيد فلاس انه 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 شاب خالد فنان يعني عنده تواصل نجاحي يعني ما بيهقي مع بيهام الحاله اوكي الصح بيغيب فترات وانا ادي معها وانه الفنان يغيب لا يقدم لانه الفنان لا يقدم شي اميز الفنان ما لازم يضل يعني تخيل مثلا كل سنة تننزل 13 اغنى انه مثلا كيف يعني انه كل سنة 13 اغنى بينسمع منه بالازاعة واحدة و12 اللي بيين وين راحوا يعني طب اذا عالب اذا بينسمع اغنى فاذا اعمل اغنى فاذا اعمل اغنى ما تعمل 13 كل سنة وقالت لبلك تعمل سادي اعمل سادي صح صح قدم شكل اكد قدم موسيقى جديدة قدم شي انه انا حتى لو ما نجح بس انا قدمت موسيقى جديدة قدمت هادا ستايل قدمته نجح ما نجح الظروف حاكست بس بعفها سلافي كانت اكتر من رائعة ضربة تذكروا هادى كمان اونيت كنغام ستايل كنغام ستايل اه كنغام ستايل كانت لون جديد من الميوزيك انه بيصلا انه نجحت على مستوى العالم ككل كموسيقى عم بيحكي انا لانه كانت جديدة من اسلوب الرأس الحركي فانا مع انه الانسان يبتكر ولا بالنسبة للاغنية الراي اكيد تعطي مثلا انا بعطي خمسين بالمية لو وجود الجغرافي اللي حضرتك تفضلت فيه فؤاد يعني الوجود الجزائري باوروبا والموسيقى مثلا ان احنا للراي قريبة للموسيقى الغربية للرجل للرجل الهول الشغلات قريبة للموسيقى فاكيد انه يعني مش انه مثلا مثل نحن عنا هلا نحن عنا بتشوف اوروبا مثلا كتير درجة طبلي بلشت تدرج الطبلي مثلا ايقاع شديك ايقاع شرقي صاروا يحبوه انه يدخلوه عم بيدخلوه احيانا بموسيقاتهم وعى البركيشنس نشوفه كمان بطريقة بطريقة واضحة موسيقى 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 موسيقى